موسيقى المدينة وهو عبارة عن نفق استيطاني شيده الاحتلال وهذا طبعا النفق يرتبط بنفق اخر ويتوسط مدينتي القدس وبيت لاحمل نتعرف اكثر على هذا المشروع الاستيطاني معنا السيد حسن بريجية وهو ناشد ضد الاستيطان في مدينة بيت الاحمر اعطيك العافية ابو السيد حدثنا اكثر عن هذا المشروع الذي يبدو ضخم مقارنة بالمشاريع الاخرى الاستيطانية نعم جميعنا يعلم احنا الان متواجدين بالزبط في شمال غرب بيت لحم على يميني القدس الغربية المالحات اللي هي قيله مختصة بتقيله طبعا وعلى شمالي اللي هي بيت لحم جميعنا يعلم انه في مشروع توراتي ينص على انه بيت لحم جزء يتجزع من القدس الكبرى الان اداريا اسرائيل بتحاول تقعد مشاريع ادارية بين خسين القوى الناعمة لربط القدس الغربية هاي بتجمع مستوطنات قوش عطسيون من اجل ذهاب واياب المستوطنين هناك طبعا بلشوا في الشارع هذا الشارع السريع طبعا هذا النفق القديم كان متواجد يعني انا بعرف انه بلشوا فيه من الالفين ومن رد ثلاثة وتسعين ولكن الالفين وستة كان جاهز طبعا هاي النفق الثاني بلشوا فيه طبعا بدهم يربطوا القدس الغربية بتجمع مستوطنة قوش عطسون بانفاق وشارع سريع ثاني واللي هو توسعة شارع ستين وايضا في سكة حديد كل هذا من اجل ذهاب واياب المستوطنين باريحية وبرفاهية اكيد على حساب المواطني الفلسطيني اذا نظرنا بعد اذنك الى القواعد تحت الجسر هناك في هذا المكان كان يمكث مواطن فلسطيني اسمه موسى زرينا كان عنده عائلة مكونة من 12 فرد كان في هذا المكان تم اجلاؤه وهدم بيته اربع مرات واجلاؤه من هذا المكان علشان هذا المشروع يتم والان هذه العائلة مشردة مشردة الى خلف الجدار حاليا نعم الى داخل بيت لحم فقط من اجل انشاء هذا المشروع من اجل رفاهية المستوطنين نحن الان في فلسطين نحن كفلسطينيين نعلم جيدا الان ان كل مستوطن يمشي على قدميه على حساب فلسطيني مسجون بالسجن كل مستوطن يستنشق الهواء على حساب فلسطيني مدفون تحت الارض كل قطرة ماء بيشربوها على حساب قطرة ماء نحن محرومين منها ابنائهم يعني في رفاهية وفي طرف على حساب ابنائنا المحرومين والمحاصرين الاقتصاديا واجتماعيا في مواقع نعم سيد حسن يعني على ما يبدو بان كما كل المشاريع الاستيطانية هذا المشروع اقتضم اجزاء كبيرة من اراضي المواطنين الفلسطينيين خصوصا من سكان هذه المنطقة القريبة من منطقة بيرزية زرينة على ما اعتقد نحن في بير عونة نعم نعم ما فيمتش السؤال نعم اقتضم هذا المشروع كما غيره من المشاريع الاستيطانية اجزاء كبيرة من الاراضي لو تحدثنا عن الظلمات التي اقتضمها ليتم وليمرر هذا المشروع نحن بالزبط الان متواجدين في منطقة بير عونة وهذا الواد احمد هذا الواد تم اعلانه في 2006 حديقة عامة ومن ثم اعلنوا اراضي دولة ومن ثم دخلوا برديت القدس صار ضمن نفوذ برديت القدس عندما فشلوا اولا وثانيا الان دخلوا على اساس ان هذه منطقة قدس وتابعة لنفوذ بلدية القدس فالان باتوا يتصرفوا مع الناس بهذا الشكل هؤلاء المزارعين اللي داخلين الان بجده لكن بعد سنين هياك زمان انت شايف الشي رح نصير نوخ التصريح اللي ندخل على اراضينا تماما مثل ما بيصير في واد احمد لازم تحت يكون معنا تصريح او تنسيق اللي ندخل نجد الزتون في هذا المكان اسرائيل يعني بتمارس معنا اسلوب التدريج خطوة خطوة ولكن في النهاية هذه منطقة انا بتقديري والله اعلم انه رح يجي وقت نكون محرومين منها كما كانت هذه المنطقة قبل سنين مختلف المشهد فيها لربما بعد سنين ستكون هذه الاراضي التي نقف فيها هي مصادرة لصالح الاستيطان نعم صحيح وهذا الاسلوب اللي بتمارس اسرائيل يعني معنا كفلسطينيين وهذا اللي ستمارسه ايضا على اخوتنا العالمين لكن رغم كل المضايقات التي تحدث في هذا المكان الا اننا نشاهد المزارعين يتمسكون باراضيهم لحفاظ عليها من الاستيطان لانه احنا الشعب الفلسطيني شعب حي ديمت فيه شجر زيتون ستجد الفلسطيني اينما وجد شجر زيتون وهذه في النهاية حرب ارادة وحرب عقول وحرب يعني الى ان ينظر الله في امر كان مفعولا احنا متواجدين على ارضنا احنا متواجدين هذه الارض برثناها ابا عن جد وسنبقى فيها ونحن لا نملك الا ان ندافع عن هذه الارض وعن وجودنا على هذه الارض شكرا لك استاذ حسن بريجي على كل هذه المعلومات التي تفضلت بها الان سيكون معنا احد سكان المنطقة وهو مواطن قريب من هذا النفق استاذ محمد حميد الله يعطيك العافية اهلا وسهلا فيك يعني انت احد سكان هذه المنطقة وبالتأكيد يعني تعانون اه جراء اقامة هذا المشروع الاستيطاني الذي لازال طبعا العمل فيه اه مستمر اه كيف سيؤثر عليكم كمواطنين وهل تتعرضون بالفعل لمضايقات كونكم قريبين من هذا النفق صحيح يعني يا برشي التحية لشهدائنا والحرية لأسرائنا ان شاء الله انه من تشاهدين هذا النفق الثاني النفق الاول كان في الثلاث تسعين بداية العمل فيه فافتتحوا في الاربعة وتسعين وابتلع في هذك الوقت مئات الدنومات اليوم اكملوا على هاي المصادرة وابتلع الاراضي مثل ما انتو شايفين هذا الشيك بفصل اراضي بيت جالة والاراضي اللي احنا شايفينها خلف الشيك هي اراضي ايضا بيت جالة ملاصقة للولجة فكل هاي الاراضي تم مصادرتها او في حكم المصادرة خلينا نقول مخطرة بالمصادرة بالاضافة للمنازل لو تحدثنا عنها قليلا كل البيوت اللي قريبة من هذا الشارع اللي احنا شايفينها والجسر اللي بابنوا فيه وهو كمان بقطع في اراضي بيت جالة كل البيوت اللي قريبة من هذا الشارع ممنوعة انها تبني حديثا ممنوعة انها توسع حتى تستسلح الاراضي ممنوعة هناك ايضا منازل هدمت هدمت اي نعم اللي قريبة من الجدار واي بيت قديم كان مبني في التسعينات اليوم ما بتقدر لا تطلع فيه طابق ثاني ولا طابق ثالث ولا حتى تضيف غرفة فبالاضافة لمصادرة الاراضي يعني هاي المناطق كلها اشجار الزيتون انتوا شايفينها كانت في هذا الموسم تعجب المئات من اهالي بيت جالة اهالي المنطقة والولجة وبيت لحم يجوا يقطف الزيتون اليوم بجزوهي شفته حالة او حالتين سنكون محالة اخرى الان يعني افهم من كلامك ان كل المنازل القريبة من هذا الجدار وهذا النفق هي اما هدمت واما مهددة بالمصادرة مع انه يمنع على المواطنين بناء منازل جديدة يمنع من الاستفادة من اراضيها ومن البيوت الموجودة منذ الفترة طويلة ما بقدر يضيف عليها ولا يتوسع لهم ولا ابناهم نعم شكرا شكرا لك استاذ محمد على كل ما تفضلت به الان معنى احد المزارعين الذي لا زال يتمسك بارضه رغم المضايقات من الاحتلال وقرأيناه قبل قليل طبعا يقطف ثمار الزيتون في منطقة بيت جلالله اعطيك الافية ازدك الافية حضرتك جورج العالم استاذ جورج يعني انتم لازلتم متمسكين باراضيكم التي تمتلكونها طبعا ولديكم اوراق ثبوتية فيها خشية ان يتم مصادرتها من قبل الاحتلال كما فعل بباقي المناطق خلف هذا الجدار طبعا احنا متمسكين في اراضينا رغم ان الاحتلال بحاول يأخذ كل اراضينا تحت في جسر الجسر الجديد هذه في ارضي راحت كلها كانت اثنين دنم تكريبا تحت راحت كلها وفي عندي كمان منطقة تحت لسه لسه مش تمحين لنا نقطة في زيتوننا فيها الا لتساطاعش او سبتاعش اهداعش لتساطاعش اهداعش يعني معطينا عدة ايام فقط لقتف الزيتون تحت في الواد حتى انتم اصحاب الارض تحتاجون لتصاريح حتى احنا اصحاب الارض نحتاج لتصاريح للوصول الى اراضينا وهي اراضينا وصلناها رغم كل الاسياج ورغم كل هذا وصلناها تحت قطعنا مسافات في الجبال حتى وصلناها وحرثناها وسويناها نعم يعني على مدار العام تمنعون من فلاحة الارض وتعمير الارض وفقط يسمح لكم اثناء القطف او ايام لقطف الثمار بس ايام القطف بعطونا ايام محددة لقطف الثمار عبارة عن ثلاث ايام وفيه كمان ثلاث ايام يعني ست ايام ما يعني هذا المعدل الباطنية لا رغم انه في اراضي بتحتاج لشهر لقطف زيتون هل انتم متخوفون كمزارعين في منطقة بيت جال على وجه التحديد متخوفون بان يتم مصادرة هذه الاراضي وتوسيع رقعة الاستيطان طبعا بعد ما يحطس جدار هذا الفصل العنصري تبعهم تحطينه رح ياخذ كل هذه الاراضي رح تنضم هذه الاراضي لاراضي لاراضي بيت جالة اللي سلبت من ايام قديمة كل هذه المستوطن الموجودة غاد بلنا هذه اراضي بيت جالة كمان اللي هي قيله هذه اراضي بيت جالة مناطق استراتيجية وقريبة من توسلي في الزمنات وفيما تسموها قيله وهذه كانت اراضي تابعة لبييت جالة وراحت فيما يتعلق بالزراعة والفلاحة في هذه المنطقة هل تمكن استطاع الاحتلال بالفعل أن يبعد المزارعين عن أراضيهم بسبب المضيقات المستمرة؟ طبعا الاحتلال عماله يبعد المزارعين عن أراضيها لماذا؟ لأنه جدار مسكر كله فئة بسيطة من الناس التي تتعاني عشان تصل أراضيها وتعاود تفلاحها من أول إلى جديد بس أنه لا يوجد مجال كثير شكرا شكرا لك على كل ما تفضلت به وأنت أحد المزارعين من المنطقة بيجال ولازلت تعمر أرضك وتفلحها لحماية من الاستيطان إذن مشاهدين الكرام هذا مشروع استيطاني من عدد كبير من المشاريع يقوم بها الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والهدف هو توسيع الرقعة الاستيطانية وتوسيع المستوطنات على حساب أراضي المواطنين لربما هذا المكان الذي نقف فيه سيكون فيه المشهد مختلف خلال الفترات القادمة كون أن الاحتلال يعمل على قدم وساق وعلى مدار الساعة لتوسيع رقعة استيطانه في كافة المناطق شكرا لكم